الأخ محمد الشيع السوداني إنسان يعجبني به إنسان عدل ونجيه ومستقيم وهي طبعا من الصفات الأساسية المطلوبة في التصدي لهذا المنصب بس حقيقة يعني أيضا مطلوب رأيي التيار التيار طبعا قد الناس يقولون الآن التيار هو خارج اللعبة أو خارج مجلس النواب لا أولا التيار يشكلون خمسين يعني من كانوا 73 نائب تقريبا خمسين النواب الشيعة فنسبة عالية بل الآن أقدر أقول لك أنه أقوى قوة موفد في الشارع الشيعي ولكنه في الشارع العراقي يعني هو أقوى قوة على الأرض هو التيار الصدري فبالتالي طبعا التفاهم مع التيار الصدري وموافقته وقبوله قضية أكثر من أساسية لنجاح هذه الحكومة طيب أنت هنا نتحدث عن التفاهم والقبول تعتقد الأخوة بالإطار قد تجاوز هذه المرحلة وأعلن الأسماء أليس من المفروض أن يعرض الإسم كما أنت تعتقد أو تتمنى على السيد مقتدى الصدر إذا كانوا حريصين أن تكون لهم موافقة قبل الإعلان أن يتم هذا لكنهم مضوا وبالتالي هل سيد مقتدى سيشكل ضغطا عليهم نعم هذا أنا في تصوري قضية جدا مهمة أنا ما أعرف الآن هل هم اتصلوا به أو لم يتصلوا هل أخبروا هل أخذوا موافقته ما أعرف هذا ما عندي معلومات يعني هاي هما بيناتهم ولكن أنا في تصوري من المهم جدا أنه كان يجب أن يصير الاتصال ويجوز لعله صاير وأخذ موافقته لأنه هو حقيقة القوة الأولى في الشارع الشيعي يعني بلا السثناء يعني فبالتالي حتى تنجح نحن نريد أن تنجح الحكومة نحن معه أنا شخص يعني أنا بصراحة أشوف الأخ محمد الشاعر السوداني أفضل من كثير لعله من أغلب الرؤساء الوزراء السابقين زيان ولكنه يجب تهيئة هذا الأمر ويجب أنه يصير تفاهم وتفاهم كامل الآن في تصوري صحيح التيار الصدري انسحب من مجلس النواب بس ما معناته هذا انسحب من الواقع السياسي لا واقع السياسي هو حاضر وفي كل يوم حاضر يعني زيان والجمعة الأخيرة اللي صار فيها صلاة الجمعة هذا أكبر دليل على قوة هذا التيار ووجوده وتأثيره على الواقع السياسي العراقي أنا إذا رد تمثل دور الغائبين إذا كان أحدهم من الإطار التنسيق يرد عليك بالقول هذه حكومة نحن الذي سنشكلها وبالتالي نحن الذي نتحمل مسؤوليتها أمام الناس وأمام الشعب وأمام أنفسنا وبالتالي ممكن سيد مقتدى أيضا أن يرد عليهم يقولهم أنا لا تأتوني بل اذهبوا أنتم وحددوا خياراتكم نعم هذا قد إلى درجة ما بنوع من الصحة ولكنه لا ينكر أنه التيار الصدري حاضر بالواقع السياسي ومتحرك